70 ما يحدث الآن في أوكرينيا والحرب الروسية طبعاً حيبقى لها تأثير على اقتصاد العالم كله كلنا عارفين شفنا أسعار القمح بدأت تزيد أسعار النفط بدأت تزيد لأن ده كله مرهون بأي توطر في أي منطقة من بقاع العالم بيصب على الاقتصاد القومي لأي بلد من البلدان البعد الإنساني اللي أنا عاوز أتكلم فيه المواطنين العالقين في دول أخرى يعني مثلاً أوكرانيا فيها سياحة كبيرة جداً وفدة إلى مصر زيها زي روسيا وبالتالي الناس كانوا موجودين بيتمتعوا بأجهزتهم في شرم الشيخ في الغرداءة في الأسر في أسوان في أي منطقة سياحية في مصر فجأة الناس الحرب قامت ده معناه تعليق رحلات الطيران أفيش أقدرش يسافر ده معناه اللي أنا قاعد في فندق الإقامة بتاعي مدة أسبوع خلص الأسبوع عامل حسابي على مبلغ ونجاي بصرف منه في أجاسلي حجز فنادق انتقالات باستمتع بشيء معين يعني عامل حسابي على ثلاث قروش خلصوا الثلاث قروش الناس دي تعمل إيه؟ في بعض الدول كل واحد حر يصرف نفسك بنفسك لكن تظل مصر دائما وأبدا تظل مصر دائما وأبدا تعطي بريقة الضوء للجميع وتعطي القدوة للجميع شفنا وزارة السياحة قالت يعني المقيمين في الفنادق نعملهم معاملة كويسة نمدد لهم الإقامة نفس المبينهم وبين السياحة الروس اللي موجودين في التعامل شوية احتياطات لكن إجراءات على طول مجموعة فنادق كيلو باترا بشرم الشيخ والغردقة بتعلن مد إقامة السياح الأوكرانيين بن قسيم بقى مجانا مش مثلا لما الأمور يبقى عليك وترى لا مجانا وده اللي أعلنه السيد محمد أبو العنين أو النائب محمد أبو العنين رئيس مجلس الإدارة ووكيل مجلس النواب بحسه الوطني وبحسه الإنساني اللي بيمتز به دائما في مواقف عديدة في مواقف عديدة الراجل ده لو جيت تتحدث عنه في أمور إنسانية حدث ولا حرج بداية من الجمعية اللي منتشرة في ربوع مصر كلها جمعية أبو العنين وأدي موقف كمان بالنسبة لي السياح الأوكرانيين اللي موجود في فنادق كيلو باترا سواء بشرم الشيخ أو الغرداء أصدر أوامره مد إقامة النزلاء من دولة أوكرانيا بصفة مجانية الخبر بيقول أعلنت إدارة مجموعة فنادق كيلو باترا بشرم الشيخ والغرداء بناء على قرار النائب محمد أبو العنين رئيس مجلس الإدارة مد إقامة النزلاء من دولة أوكرانيا بصفة مجانية وذلك بعد انتهاء مدة إقامتهم أو مدة إقامتهم المحددة حتى يتم التنصيق مع الجهات المعنية بصفارة أوكرانيا والسلطات المصرية لتوفيق الأوضاع حفاظا على أمن وسلامة ضيوف مصر وأكدت إدارة مجموعة فنادق كيلو باترا على رعاية السياحة الوافدة من كل دول العالم وتوفير كافة السبل الأمنة والاستضافة الراقية وقت الأزمات بامتيازات الإقامة الكاملة لحين عودتهم إلى بلادهم بسلام تعال بقى أشوف ما بين السطور في بيان زي ده خد واحد حفاظا على أمن وسلامة ضيوف مصر طول عمر مصر تحسن استقبال ضيوفة طول عمر مصر تحسن معاملة ضيوفة شاء لما يرجعوا لبلادهم يكونوا سفراء لمصر في بلادهم يتحدثوا عن القرم يتحدثوا عن حسن الاستقبال يتحدثوا عن حسن الضيافة عن الإنسان المصر بمعدنه القصيد خد كمان الاستضافة الراقية وقت الأزمات بامتيازات الإقامة الكاملة يعني حضرتك دلوقتي حتقيم مجانا ممكن أنزل بعض الامتيازات اللي حضرتك كنت بتستمتع بيها لما كنت بتدفع فلوس لا نايم حامل أبو العنين قالك لا امتيازاته كاملة كاملة اوعى تأثر معاه في أي امتياز كان بيستمتع به خلال إقامته في الفندوق لما كان بيدفع زي ما كان بيدفع احنا حنتحمله بكافة الامتيازات حاجة هي وده لحين عودتهم إلى بلاتهم بسلام بصراحة هو ده كرم المصريين وهي دي اللمحة الإنسانية اللي بيلاقيها عند الإنسان المصري وعند النائب محمد أبو العنين رئيس مجلس الإدارة اللي على طول بيحسه الوطني وبيحسه الإنساني استشعر هذا الأمن شوفوا بقى الرسالة اللي تصل إلى بلاد العالم أجمع إن مصر مددت الإقامة مجانا بكافة الامتيازات إن مصر هي الأمن والأمان إن مصر هي كرم وحسن الضيافة إن مصر وقت الشدة بتلاقيها مع أي إنسان في العالم هنا مجرد كلمة إنسان ابن تحتها زي ما حضرتك عارف كل الشكر كل التقدير لمجموعة فنادي كيلوباترا وكل الشكر وكل التقدير لرئيس مجلس الإدارة الإنسان الإنسان قبل أي شيء سيادة النائم محمد أبو العني